بطراز معماري فريد على ضفاف نهر الحلة وبأيد عراقية شيدت بناية البلدية عام 1952 صممها المهندس محمد مكي على شكل يخت بطابقين مقدمتها عكس اتجاه جريان النهر ليوحي إيحاء لناظرها بأنها تبحر في النهر كلفة البناء كانت على نفقة الدولة إبان فترة حكم المتصرف أحمد زكي المدرس عمر بناية بلدية الحلة يقارب سبعين عاما ما دع المتحف المعاصر إلى ضمها إلى لائحة التراث العراقي التابعة لوزارة الثقافة لضمان عدم هدمها أو صيانتها بطرق غير صحيحة أدرجت هذه البناية في لائحة التراث العراقي وأصبحت بناية تراثية لأهميتها الكبيرة بالنسبة لموقعها وبالنسبة لتصميمها بلدية الحلة أضيف إليها بعد بنائها بسنوات قليلة برج مربع الشكل بارتفاع 24 مترا صممه المهندس قحطان المدفعي يحتوي على ساعة إنجليزية الصنعي قدمت هدية إلى دائرة البريد أولا ثم نقلت إلى البلدية وكان يسمع صوت دقاتها في كل أرجاء المدينة لكنها توقفت عن العمل منذ السبعينيات وحتى يومنا هذا رغم كل المطالبات بإعادة ترميمها وتشغيلها الحد السبعينيات تم إهمال الساعة تحتاج لها إلى صيانة دائمة إلى إعادة تأهيل ولكن ماكوئذان صاغية وبحسب أهل المعمار فإن الحلة تمتازت بتنوع بناياتها ذات الطرز الجميلة ولا يزال أغلبها يمثل شخصا مهما لتأريخ المدينة الحديث وبحسب مؤرخين فإن طابوق بناية بلدية الحلة جرى استيراده من دمشق وهو من النوع المقاوم للأملاح والرطوبة بسبب موقع البناية على ضفاف نهر المدينة ما جعلها صامدة دون أي أضرار حتى اليوم من باب الحيدر تشالبي يو تي في